في زيارة عاشراء في هذا النص المعرفي المهم جدا ماذا نقول نخاطب سيد الشهداء يا أبا عبد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة الحديث ليس مختصا بمقطع زماني يرتبط بواقعة عاشراء التي جرت في تأريخ معين وفي مكان معين القضية القضية تتجاوز الدنيا بكل تفاصيلها إلى يوم القيامة يا أبا عبد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة وهذا المصطلح وهذا المصطلح مصطلح يوم القيامة قد يطلق في بعض الأحيان على يوم قيام القائم ولكننا نحتاج إلى سياق إلى قرينة تعيننا على هذا الفهم في الأعم الأغلب حين يأتي هذا المصطلح وهذا العنوان فإن القيامة هنا هي القيامة الكبرى ما بعد الرجعة وما بعد نهاية زمان قبة أبينا آدم بعد الدولة المحمدية الخاتمة بعد مرحلة ما تطلق عليه الروايات والأحاديث الشريفة جنة الدنيا بعد أن تنطوي مرحلة جنة الدنيا وتبدأ الإرهاصات التي يصطلح عليها بأشراط الساعة وما بعد ذلك تأتي القيامة الكبرى يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة القضية ليست محدودة بحدود الدنيا فبعد الدنيا إننا ننتقل إلى عالم فسيح ووسيع إنه عالم القبر وهناك من المراحل والأطوار ومن مراتب العوالم التي نمر من خلالها إلى الآخرة لن أذهب بكم بعيدا نذهب إلى دعاء أبي حمزة الثمالي وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنة دعاء أبي حمزة الثمالي مروي عن إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك لأن الإيمان قد يسلب من الإنسان في هذه الدنيا وهو شاعر بذلك وهو يشعر بأن الإيمان قد سلب منه مرة واحدة أو بالتدريج وقد يسلب منه وهو لا يشعر بذلك أبدا بل ربما يصر ويعاند ويكابر على أنه على الحق وقد يسلب الإيمان من الإنسان عند الموت في اللحظات الأخيرة من حياته يودع الدنيا ويخرج منها من دون إيمان وقد يسلب منه وهو في عالم القبر وقد 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 في كل لحظة إلى أن يستلم السكة من أمير المؤمنين سك البراء ما تسميه أحاديثهم الطاهرة سك البراء سك البراء هنا يكون الإنسان قد آمن على نفسه وآمن على إيمانه ولذا فإن الدعاء هنا يتحدث عن هذه الحقيقة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه إذ ربما يسلب منه في حياته وتوفني إذا توفيتني عليه إذ ربما يسلب منه عند وفاته وابعثني إذا بعثتني عليه إذ ربما يسلب منه في مواقف يوم القيامة خطر كبير لكن الأمان يكون مع إمام زماننا فهو أمان لأهل الأرض أمان لأهل الأرض على طول الخط هو الذي يعطينا الأمان إلى أن نستلم سك البراءة من علي سك البراءة من علي إنني لا أتحدث عن براءة من علي وإنما هو سك البراءة نستلمه من سيد الأوصياء سك البراءة هذا العنوان لا يتحدث عن البراءة من أعداء علي وإنما البراءة من أعداء علي مقدمة للحصول على هذا الصك هذا مصطلح المراد من سك البراءة إنه سك البراءة من جهنم هذا هو المراد براءة من جهنم إنها براءة من كل ما يفرق فيما بيننا وبين علي إنها براءة من كل ما يباعد فيما بيننا وبين ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هذا المراد من سك البراءة الذي نستلمه من علي صلوات الله وسلامه عليه إنه أمان سك أمان من أمير المؤمنين دعاء دعاء هنا يتحدث عن حقيقة تغيب عن أذهاننا دائما حتى حتى وإن كنا على علم بها فما بالكم بالذي لا يعرف شيئا عنها مشكلة كبيرة في ثقافتنا الشعية التي تبتعد كثيرا عن منابع فكر العترة وثقافتها إنها الأدعية والزيارات أهملها مراجعنا وعلماؤنا ومفكرون ومفسرون فجنوا على أنفسهم وجنوا على الشيعة جناية عظيمة حقيقة واضحة جلية تتحدث عنها كل أدعية أهل البيت هذه العبارة تحددها بنحو واضح وصريح اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك لقاؤنا به سبحانه وتعالى إنما يتحقق حين نلتقي بمحمد وآل محمد وذلك لا يكون بالتمام والكمال إلا بعد العبور على الصراط المستقيم الجسر الممدود على جهنم وبعد أن استلم سك البراءة من يد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه لأنه قد يسلب مني في أي مرحلة من هذه المراحل ولذا هكذا نقرأ في زيارة عشرة في هذا النص الشريف يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة هذا هو معنى يا حسين إني ناصرك يا حسين تفصيل هذه النصرة تبينه هذه العبارة يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة فأين نحن من هذا المعنى ومن هذا المضمون المسالمة والمحاربة في الدرجة الأولى فكرية قبل أن تكون في أي صورة لأن بقية التفاصيل تتفرع على الفكرة التي يحملها الإنسان المسالمة والمحاربة هنا على مستوى الفكر ثم بعد ذلك تظهر على مستوى العاطفة على مستوى الأحاسيس والخلجات النفسية وما يدور في صحائف وجدان الإنسان تتجلى بعد ذلك إلى نيته وإلى مضمون ضميره وقلبه وتظهر في قول أو في عمل أو في مخطط من المخططات في أي جانب من جوانب حياته الشخصية أو ما يرتبط بعلاقاته المختلفة مع من حوله وفيما يرتبط بكل شؤنات حياته الدينية والدنيوية لا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبارة ولكنها هي شرح واضح وبين ومفصل في جملة مختصرة إنني حين أقول يا حسين وأنا أستجيب لنداء عاشورا وأنا أقدم جوابا لسؤال سيد الشهداء هل من ناصر ينصرني حين أقول يا حسين إنني أجيب على هذا السؤال ولكن متى تكون إجابة صحيحة حينما يكون مضمون يا حسين صحيحا والمضمون الصحيح لهذه القولة ولهذا الشعار يا حسين هي هذه العبارة الواضحة والواضحة جدا يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة إنني على هذه النية إلى يوم القيامة وهذا يلزمني أن أكون حريصا على أن أكون وفيا بهذه المعاهدة وأن لا آتي بشيء يؤدي إلى انقطاع هذا الوفاء في الحياة أو عند الممات أو ما بعد ذلك أحاول أن أجعل من إيماني إيمانا ثابتا وليس إيمانا مستودعا وديعة عارية كما وقع في أحاديث العترة الطاهرة فإن الإيمان قد يكون عارية مستعارا مستودعا يؤخذ من الإنسان في لحظة من اللحظات إننا حين نقول يا حسين ونحن نعرف ماذا نقول إننا نجيب على سؤال هل من ناصر ينصرني إذا أردنا أن تكون الإجابة صحيحة فلا بد أن تجتمل على هذا المضمون يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة والبداية من هنا أن يكون فكرنا حسينية نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر